مرحبا حبايب أصحاب برج الجدي شلونكم إن شاء الله تكونون بخير اليوم راح نقرأ توقعات برج الجدي العامة القراءة راح تكون عامة تشمل الجانب الصحي الجانب العائلي الجانب العملي الجانب العاطفي قراءة للمنفصلين المطلقين والعزاب وأيضا المرتبطين في علاقة وخلونا نبلش هسا نقرأ التوقعات أشوف أنه راح أبلش بطاقتك الحالية يا برج الجدي برج الجدي إذا أشوف أنه أنت ممكن البعض منكم بهذه الفترة يكون كان مار بعلاقة ثلاثية أو هو حاليا بعلاقة ثلاثية وما قاعد يقدر يطلع من عندها أو ممكن يكون أكو طرف ثالث بينك وبين الشريك هاي على الصعيد العاطفي أشوف أنه أنت متمسك بشخص بصورة كبيرة جدا وده تحاول أنه تحافظ علي أو حتى تحافظ على العلاقة اللي بيناتكم من التدخلات الخارجية وممكن يكون أكو شخص واقف بينك وبين الشريك وممكن يكون معارض من أهلك أو حتى من أهل الشريك اللي أنت تتعامل هذا الشخص أشوفه موقف العلاقة اللي بيناتكم مقطوعة ممكن تكون أنت بالفترة الحالية مقطوعة علاقتك بالحبيب بسبب موضوع علاقة ثلاثية أو حتى وجود طرف ثالث معارض بينكم بالعلاقة لأنه أشوف أنه أكو أمر فجأة صاير وياك أو راح يصير وياك ببداية السنة ممكن يكون يخص علاقة بالنسبة للمرتبطين أو حتى المتزوجين أما بالنسبة على الصعيد العامل بعض منكم ممكن أنه يكون بالفترة الحالية داخل بشراكة بالعمل لأنه ده أشوف أيضا عندك تقدم بس قاعد تتقدم بحذر بالعمل ممكن أن بعض منكم يكون داخل بعمل جديد أو شراكة بالعمل وقاعد يتقدم بهاي الشراكة خطوة خطوة عنده نوع من الحذر من المخاوف أنه هو يخسر بيها أو ممكن يكون حتى داخل عمل جديد ولكن أكو شخص دي يأثر عليك بهذا العمل اللي أنت دخلته ممكن يكون شريك وهذا الشريك أنت ما مرتاح لعندك شكوك اتجاه أو حتى ممكن يكون شريك عاطفي شخص أنت قاعد تتعمل أو عندك نوع من الشكوك والأوهام اتجاه لأنه طلعت هنا طاقة الأسرار موجودة ممكن تكون عند هذا الشخص خاصة إذا كان من برج الحوت فهذه الطاقة العامة بالنسبة لكم للبعض البعض الثانية أشوف أنه أنت مركز على العمل بالفترة الحالية والبعض منكم منتظر شخص يصير بينك وبينك كلام أو حتى موضوع رجوع أشوف الأكثرية من عندكم قاعد تنتظرون رجوع تنتظرون بداية جديدة ويا شخص أو حتى تعويض رباني البعض من عندكم الثاني قاعد أشوف أنه بهاي الفترة مركز تركيز عالي سواء كان على العمل أو حتى إذا تشن الطالب ممكن تركيزك يكون على القراءة يعني بالفترة الحالية وضعك الدراسي أشوف أنه مهتم بوضعك الدراسي وقاعد تحاول أنه توصل أو تحقق نجاح بوضعك الدراسي أو حتى العملي أشوفك مشغولة هواية بالعمل وعندك نوع من عدم الاهتمام بالفترة الحالية ده تحاول أكو شخص بحياتك ما تبين لاهتمامك به مثل ما نقول لابس وجه خشب عليه رغم أنه أنت مراقبة من بعيد ومتمسك به ولكن ما تريد تتقرب منه وتصرح بمشاعرك ممكن يكون أنت منتخذ موقف اتجاه هذا الشخص وسبب موضوع صاير بينكم بالماضي عموما هاي طاقتك العامة بالفترة الحالية برج الجدي أشوف أنه أنت الطاقة العامة للسنة أو حتى ممكن هذا الشي صاير أشوف أنه أنت بالفترة السابقة مريت بمرحلة انفصال المؤلم الانفصال اللي صار بينك وبين هذا الشريك أو حتى راح يصير ما أشوف أنه أنت سبب منه ممكن أكو طرف ثالث دخل بينكم وهو خلى هاي العلاقة اللي بيناتكم تنهد وتنتهي ممكن يكون طرف من العائلة لأنه أشوف أنت حتى أوضاعك على الصعيد العائلي يأكو أشخاص منافقين موجودين إياك بالعائلة ممكن ناس قاعدة تغشك أو تخدعك بصورة ما موجودة هي من العائلة الموجودة يعني شخص من عائلتك نفسه شخص ممكن يكون مقرب إليك أو حتى ممكن يكون الشريك أشوف أنه أنت مريت بمرحلة مؤلمة مريت بصدمة مثل ما نقول أنت ممكن تكون بسابق مرة بصدمة أو حتى بداية السنة وإياك بدت بصدمة هذا الشي مسبب لك متاعب هواية أشوف عندك نوع من الانعزال بالفترة الحالية صاير أنت منعزل عن الناس تحاول تقيم التجارب تحاول تبحث أكو موضوع أنت قاعد تحاول مرة واثنين واثلاثة وأربعة بما عندك يأس من نتشنت بالماضي ممكن هذا الموضوع يكون قلت لكم بخصوص شيخص اللي أنت مرتبط به ممكن يكون أكو أطراف خارجية تدخل بعلاقتكم وهي قاعد سبب المشاكل أو حتى هي اللي سببت انفصال البعض الثاني أشوف ممكن يكون مار حتى بانفصال يعني طلاق البعض الثاني ممكن أيضا يكون مريت بحالة وفاة بالسابق وهي الحالة مال الوفاة أو الموضوع الأزمة اللي صارت الصدمة اللي عانيت من عندها ظلت مأثرة عليك هواية بعد هذا الحدث الأمور كلها راح تنقلب وراح تصير صالحك أمورك كلها راح تتحسن أنا شوف قلت لك عندك نوع من بالفترة الحالية يعني انعزال طاقة الانسحاب أنت منسحب مبتعد عن الناس دا تحاول تقيم حياتك تقيم التجارب اللي مريت بها بالسابق دا تريد تستفاد من الأخطاء اللي أنت مريت بها ممكن تكون تتعامل ويا شخص من برج العدراء أو حتى برج العقرب وهذا الشخص ينطبق عليه سيناريو اللي قلته سيناريو الانفصال الصادم اللي صار إليك أو حتى الحدث المفاجئ البعض منكم ممكن يكون مر بخسارة مالية خسارة عاطفية أو حتى خسارة إنسان من العائلة مقرب منك ممكن يكون شخص كبير من السن مات وأنت أثر عليك وفاة هذا الشخص بصورة كبيرة أشوف أهم الأحداث اللي راح تصار وياك أكو باب رزق راح ينفتح لك مفاجئ هذا الرزق أشوف راح يغير حياتك المادية ويحسن من عندها من بعد ما كانت أمورك معلقة على الصعيد المادي على الصعيد العملي أشوف أنه أكو راح تبلش ممكن تبدأ تفكر بمشروع أو تخطط بمشروع أو حتى إذا كنت مخطط لهذا المشروع فراح تبلش تمشي تحقق هذا المشروع أو هاي الخطوة ولكن أشوفك متباطئ بتحقيقها لأنه ممكن تكون منتظر مساعدة من الشخص أو حتى ممكن تكون الشراكة اللي قلت لك ياها بالأول أشوفك متباطئ بالتقدم هذا العمل أنت ما قاعد تستعجل أنت أساسا طاقتك ترابية فتتقدمه ببطئ أشوف أنه أنت قاعد تحاول تدرس هذا المشروع بالفترة الحالية إذا تحاول تقيمه من جميع الجوانب ما عندك روح المجازة فأنت تفكر هوايا قبل ما تخطي خطوة إلى الأمام أشوفك قلت لك يعني عندك نوع من البطئ ولكن أنت قاعد تتقدم من الحلم اللي أنت تريده أو حتى تحقيق هذا المشروع أو العمل قاعد تتقدم إلى ولكن التقدم راح يكون ببطئ الأمور تبدأ بالتحسن خاصة على الصعيد المادي أشوف عندك مصاريف هواية مسؤوليات هواية راح تكون خاصة على الصعيد العائلة ممكن تكون أنت عندك مسؤولية شايل مسؤولية بيت شايل مسؤولية أهل أو حتى أولاد البعض منكم متزوجوا عنده أولاد فأشوف عندك نوع من الملل الروتين من العمل اللي أنت موجود به وده تحاول أنه تفكر بطريقة جديدة لكسب المال للأرباح تركيزك المادي كلش عالي راح يكون قلت لك لأنه البعض منكم ممكن يكون مار بخسارة مالية بالسابق وهاي الخسارة أثرت على وضع المادي بصورة كبيرة وتعلقت أمورك فترة لبعض من عدكم ممكن يكون يعني أنا هاي الورقتين مني طلعين عندي سوى ويا ورقة الشيطان لبعض منكم ممكن يكون أكو عمل مأثر عليه وهو اللي موقف أمورك العملية والمادية فاللي يحسون أو ممكن يكون أكو شخص يمسوي لكم عمل وأنتو عدكم علم بي أو حتى شيك فاتأكدوا حصنوا نفسكم أرقوا نفسكم برقية شرعية أكو حسد عالي عليكم أشوفه أكو هواية أحداث قاعد تصر بكم وبسبب الحسد بسبب ممكن موضوع عمل صاير لكم من أمرأة دا أشوف هاي الأمرأة عندها طاقة خبث يعني طاقة مكر خداع ممكن تكون من العائلة وممكن تكون أمرأة غريبة أيا كانت ولكن أشوف أنه تأثيرها كبير هاي الأمرأة بحياتكم وأموركم أغلب الأمور هنا أنا طلعت لكم معلقة ويا هاي الورقة فأنتو بالتأكيد أكو عدكم طاقة سحر موجودة ممكن تتعرضون السحر ببداية السنة أو ممكن تكونون تعرضتوا إلى بنهاية السنة الفاتت فأشوف أنه لازم ترقون نفسكم لازم تسوون استشفاء لأنه حتى وضعكم الصحي مدى أشوفه ذاكي الوضع الزين يعني فأموركم شوية راح تبلش ببداية السنة موذيك الأمور التمام شوية بها تباطو أموركم راح تبدأ تتباطئ شوية شوية بالأعمال بالعاطفة بكل شيء عدكم تباطو أكو أمور معلقة ما قاعد تتيسر تحسوها ولكن النصف الثاني إن شاء الله تبدأ تتيسر الأمور تمشي شوية شوية بس أرجع أكرر لكم طاقة السحر اللي موجودة عدكم قوية جدا ده أشوف البعض منكم هاي طبعا قراها عامة مولة لكل البعض وطبعا البعض اللي إذا أقول عليهم هم يعرفون نفسهم يعني الناس اللي إذا أقولاني ممكن يكون عندها سحر هي أكيد أما تعرف أنه هي عليها عمل أو حتى شاكة بشخص ممكن يكون مساوي لها عمل فأرقوا نفسكم حصنوا نفسكم من العين من الحسد من السحر الأذكار دائما خليكم دائما أذكار مساء أذكار الصباح صورة البقرة اسمعوها رقيات الشرعية ما للسحر همينة ركزوا عليها بهاي الفترة يحاولوا تكتمون أرزاقكم لا تحشون الأرزاقكم للناس تكتمون أموركم الحلوة لنفسكم حتى قضاء الحوائج هي قضاء الحوائج لازم تنقضي بالكتمان فاللي لازم تسويه أنه أنت تكتم لأنه حتى نقاط القوة اللي عندك هي أنه أنت تكتم المشاريعك أحلامك ممكن الإنسان حتى أحلامين حسد عليها تكتم أموالك تكتم على كل شي حلو موجود في حياتك حاول تحافظ عليه مثل ما نقولون أخواننا المصريين داري على شمعتك تئيد فأنت حاول أنه تكون كتوموا بهاي السنة على أرزاقك على أحوالك العاطفية استقرارك العائلي أي موضوع ممكن تريد تخطي عليه خطوة حاول أنه تكتمه بهاي السنة لأنه عندك طاقة حسد كل شعالية موجودة وأيضا طاقة العمل للبعض من عدكم موجود اللي يعرفون نفسهم من أقول طاقة عمل هم يعرفون أنهما ممكن يكونون متعرضين السحر فأرجع أكرر لكم حاولوا تحصنون نفسكم بالأذكار أو تتخلصون من هذا السحر اللي موجود عليكم لأنه راح يعرق للكم هواية أمور خاصة الأمور المادية لكم هاي على الصعيد العملية قلت لكم أشوف عدكم تقدم بالعمل راح يبدأ يبلش ببطء شوية لأنه أنت خطواتك بحذر متباطئ أشوفك على الصعيد العملية دا تمشي بحذر خطوة خطوة خايف من الخسارة خايف أنه تخطي خطوة غير محسوبة وتأدي إلى خسارة لأنه أنت بعض منكم already خسران متعرض الخسارة المالية بالسابق فهذا الشيء مخلي عنده حذر على الوضع المادي بالفترة الحالية وراح تتقدم وبطء بمشروع وأشوفك راح تنجح بهذا المشروع المشروع اللي أنت قاعد تشتوض عليه ممكن يكون بيتنقل ممكن يكون بمكان بعيد عليك أو حتى بيسفر فأشوف الأسفار البعض من عدكم عنده سفر متأجل صار لفترة يا برج الجديء السفر إن شاء الله بداية الشهر الثاني للناس اللي مقدمين على هجرة أو شيء وأمرهم كان معلق فأشوف شهر الثاني أكو راح يجيكم خبر عن موضوع سفر كان متأجل عليكم أو متأخر صار لفترة وراح يتيسر ويتم هذا السفر خلونا ننتقل على الوضع الصحي الوضع الصحي مثل ما قلت لكم يعني الطاقة قاعد تكرر نفسها البعض منكم هو وردي متعرض السحر أو عمل أو حتى طاقة حسد كبيرة وهذا الشيء مأثر على أمورك كلها أشوف إنه ممكن تعانون من المشاكل بالظهر بهاي الفترة الظهر المفاصل أكثر شيء بعض الناس من عدكم ده أشوف عدكم ألام بالظهر بالأقدام ده تصير عدكم بالمفاصل هذا الشيء محتاج منك وقفة محتاج منك إنه تستشير طبيب هؤلاء ناس قاعد أشوف يعني مريته بأزمة صحية بالسابق أو حتى حتمرون بأزمة صحية ولكن راح تعدي إن شاء الله الأمور على خير وراح يصير عدكم شفاء ولكن محتاج من عدكم تركيز أكثر تخلون تركيزكم على الوضع الصحي وتهتمون به البعض منكم أشوف ممكن تكون عنده مشكلة بالأكتاف وبالظهر أكثر شيء هذا طالع يمي على الوضع الصحي فإذا كانت عدكم هاي المشكلة حاولوا تحلوها لأنه إذا ضليت وتهملوها احتمال تتعرضون يعني عملية جراحية تخص هذا الموضوع العملية الجراحية إذا كانت تتخص الظهر أنا قلت لكم أشوف أنه الأمور تعد على خير ولكن محتاجة منك تركيز لازم تهتم بأوضاعك الصحية بهاي الفترة وتركز عليها بصورة عامة بالنسبة للأوضاع العائلية برج الجدي احذر من شخص منافق موجود بالعائلة وياك هذا الشخص ممكن يكون مقرب وطاقة هنا طالع يمي طاقة هوائية هذا الشخص قاعد أشوفه ممكن يكون ينقل كلام بالبيت أو حتى يسبب فتنة يسبب مشاكل هذا الشخص ممكن يكون ديغشك أو حتى البعض من عندكم ممكن يكون هاي طبعا القلة قليلة منكم البعض منكم هذا الشخص اللي من العائلة موجود ممكن يكون سارق منك أموال أو سارق منك حاجة وانت بعدك الحد الآن ما مكتشف هذا الشي أشوف راح أتكشفه بالفترة الجاية ولكن احذر من عنده أشد الحذر لأنه هذا الشخص أول شي ينقل كلام منك ويوديه لغيرك وسبب مشاكل بينك وبين الأطراف الثانية اللي موجودة هذا الشخص ممكن يكون حتى هو اللي على الصعيد العاطفي هو اللي موقف أمورك أو حتى هو سبب الخراب اللي صاير بينك وبين الشريك طبعا للبعض منكم ولي الكل اللي قرأت طاقتهم بالبداية فأشوف أنه هذا الشخص اللي ابني العائلة احذر من عنده أشد الحذر ممكن هذا الشخص يسرق منك أموال ممكن يسرق منك حتى أفكار ممكن يكون يسرق منك ياخذ منك كلام وهذا الكلام ينقل الغير ناس وتسبب لك مشاكل هذا الشخص أشوفه اللي موجود بالعائلة يسبب لك مشاكل هواية متاعب هواية وأيضا عنده طاقة الأعمال بالخفاء يشتغل من ورا ظهرك يحاول يخرب عليك أمورك فأحذر طاقة هذا الشخص اللي موجود بمحيطك واللي قاعد أشوفه من العائلة شخص مقرب من عندك لأنه هاي ورقة العائلة فمن تطلع بورقة العائلة ورقة السيفنة في سورد بمعناها أوردي أكو شخص بالعائلة أنت مخدوع بي هذا الشخص اللي أنت مخدوع بي ممكن قلت لك احذر من عنده احذر على أموالك احذر على أغراضك أكيد أنت من راح أحكي عن هذا الشخص راح تعرف من خلال طاقته أنه هو موجود فأحذر من هذا الشخص بهاي السنة لأنه أشوف تأثيره راح يبقى وياك الحد شهر الثامن من هاي السنة هذا الشخص راح يبقي يأثر عليك بهواية أمور ولكن هو ينكشف بالآخر أحلامك وتطلعاتك يا برج الجدي برج الجدي أشوف عندك أحباط مطبيع بهذه الفترة أنت عندك طموحات عندك أحلام هواية ولكن قلت لك أنت ما أخذ وقفة ما أعرف شنو هاي الوقفة اللي أنت ما أخذه ليش أنت هل قد متباطئ بالأمور المادية أو حتى بحياتك بصورة عامة أنت منعزل أساسا طاقتك طاقته هنا برج العدراء أيضا متباطئ فبعض من عندكم ده توصلني طاقة أنه ممكن تكون الأمور العاطفية مأثرة عليك على شغلك على نفسيتك أشوفك محباط أشوفك متعب يعني من تطلع هاي الورقة بالآمال والطموحات يعني معناها أنت بالفترة الحالية حتى أحلامك وطموحاتك كلها مأجلها ما قاعد تريد تحققها أنت متباطئ كل شي عندك طاقة تحباط شديدة تأخيرات هواية صايرة عندك ممكن أمور هواية متعرقلة بحياتك هذا شيء مخليك قاعد هاي القاعدة برج جدي أرجع وقل لكم أشوف أنه أكو عمل مأثر عليكم بصورة كبيرة أو حتى طاقة حسد كل شيء آل يحاولوا ترقون نفسكم من الحسد ومن طاقة العمل للناس اللي تعرف أنه ممكن يكون عندها عمل فهي طاقة مال الأحباط من تطلع بالأمال والتوقعات معناها أنت ما أخذ وقفة أنت موقف كل شيء بالفترة الحالية خاص أول 14 من السنة أشوفك راح أتوقف أمورك كلها أتوقف أحلامك أتوقف يعني حتى أوضاعك العاطفية أنت ما تريد تمشي تخطي خطوة إلى الأمام أنت باقي متوقف بمكانك بهاي الفترة ولكن بعد هاي الفترة أشوف أمورك تبدأ شوي شوي تتحسن تستعيد القوة البعض منكم ممكن تكون عندها أحلام وطموحات يطلع العمل جديد ولكن هم باقي على المضمون لأن قلت لكم هنا عدكم تباطئ فأنتم متباطئين ما قاعد تمشون تخطون خطوة جديدة أنتوا باقين على الشيء المضمون اللي موجود عندك الثابت وإذا تحاول تشتغل عليها قاعد ترفض هوية عروض قاعد تجيك ممكن تكون من أشخاص أنت تعرفهم أعمال جديدة أو شراكات جديدة ده تحاول أكو أشخاص قاعد يجون ده يحاولون أنه ممكن يحققون شراكة وياك ولكن أنت قاعد تشوفك متباطئ وما قاعد تخطي خطوة للأمام قلت لك فحتى أحلامك وطموحاتك أنت بالفترة الحالية ناوي أنه تركز على الشيء اللي موجود بين إيدك خاصة أول أربعة شهر من السنة اللي تبدأ البداية الجديدة أو تنطلق مثل ما نقول أنت حاليا ده أشوف وضعك طاقتك طاقة تباطئ بكل الأمور فخلونا ننتقل للوضع العاطفي إلى برج الجدي اللي قاعد أشوفه مأثر على حياتك كلها بصورة عامة برج الجدي مثل ما قلت لكم البعض منكم ماررب انفصال هاي الورقة وهاي الورقة هي ورقة النهاية وهنا أيضا عندك ورقة The World هي ورقة النهاية فأنت ممكن البعض من عندكم يكون ناهي علاقة فعلا والنهاية العلاقة هاي ما كانت نهاية مرضية إلك هاي العلاقة ممكن أنت شنة تباني عليها هواي آمال هواي ضحيت بها هواي حاولت تبني أو تأسس يعني هي ورقة التور أصلا هي شوفوا هو بيت كان ثابت ومستقر فجأة جت عاصفة هذا طبعا التأثيرات هاي مو نتائج أعمالنا هاي التغييرات قدرية تكون ورقة الميجر أركانا فأكو شي مفاجئ صار بحياتك هذا الشي أدى أنه البيت إذا تشنت أنت مثل متزوج فممكن يكون هاي الورقة تكون ورقة الطلاق البيت اللي أنت بنيته وتعبت عليه وضحيته هوايه وحاولت هواي حتى تحافظ عليه بخاصة المززوجين هنا قاعدة أشوف الناس المززوجين وهم يعني ممكن يكون بينهم زعل أو حتى انفصال يعني صاير ولكن مو ما أشوف انفصال رسمي بعض منكم بعد هالعلاقة ما منتهي أكو بعض كلام بها ممكن يكون بسبب طرف ثالث مثل ما قلت لكم فأنت حاولت بكل مجهودك أنه تحافظ على هذا البيت تحافظ على هاي العلاقة للناس اللي مرتبطين تكمل هاي العلاقة شنو تتحس نفسك مكتمل بهاي العلاقة هاي العلاقة كانت بالنسبة إليك هي قدرية أنت شنو تباني عليها هواية أمال وأحلام فجأة دا شوف صار شي مشكلة أو حدث هد الأحلام اللي كانت عندك كلها فسقف التوقعات العالي اللي كان عندك كله انهد لها سبب أنت عندك أحباطهم متعلقة أمورك كلها قلت لكم يعني ممكن تكون طاقة السحر هي المؤثرة لأنه طرعت أيضا ورقة الشيطان بالعلاقة العاطفية فممكن العمل اللي عندك يكون عمل عاطفي ممكن يعني من طرف شريك إليك أو حتى من ناحية الطرف الثالث اللي موجود بينك وبين الشريك هو ممكن يكون اللي يمسوي هذا العمل اللي يمخليك بهاي الطاقة المتعبة فالعلاقة هاي قلت لكم ممكن تكون هي شخص من برج ناري ممكن تكون هي شخص من برج الجدي مثلك أو حتى برج الحمل نام موجود يمني برج القوس برج الثور برج العذراء برج العقرب برج السرطان هاي الورق أشوف هاني برج السرطان وأيضا برج الميزان فإذا شنت تتعاملوا إيا أحد هذه الأبراج اللي موجودة أشوف قلت لك أنت عندك مخاوف أكو علاقة أنت من السابق تعرف أن العلاقة هاي لازم تنتهي بس أنت كانت تحاول تقاوم الانفصال أو إذا كانت بعدها ما منتهي فأنت الحد الآن قاعدت تحاول تأخر موضوع الانفصال تعرف أنه الانفصال راح يصير ولكن أنت ما متقبل التغيير ما متقبل النهاية ويا هذا الشخص أشوف ممكن يكون هذا الشخص هو اللي نهي العلاقة وياك وأنت بالفترة الحالية قاعدت تحاول ترجع هذا الشخص الحياتك أو حاول تترجع هذا الشخص الحياتك زيادة عن اللزم ولكن هذا الشخص انطاك ظهري النهاية أكو صفحة كانت ما مغلقة من الماضي يعني ممكن تكون منتهية ولكن ما مغلقة بشكل تام ممكن كان باقي بها تواصل أو حتى أمل أشوف هاي العلاقة اللي قطيتكم المعالم مالتها كانت بينكم مصحية كانت متعبة كان بها طرف ثالث دائما يخرب عليكم بالعلاقة وحتى ممكن تكون اكتشفت موضوع شخص العلاقة انت ناهي هاي العلاقة وبلش يصير عندك اكتمال انت يعني وصلت المرحلة النهائية خلص بعد هاي العلاقة لازم تنتهي وراح تنتهي وشوف انه راح تنتهي هاي العلاقة احتمال يدخل شخص بحياتك بصورة سريعة ويصير بينك وبين التعلق بس نصيحتي لك يا برج الجدي اذا اكو شخص دخل بحياتك بسرعة بعد الانفصال اللي صار حاول انه تنطي فرصة نفسك انه تستشفي انت محتاج استشفاء بالفترة الحالية حاول تنسى الازمة اللي عديت بيها تتشافى من عدها تماما حتى لا تغلط وتاخذ قرار متسرع تدخل بعلاقة ويا شخص مو مناسب لك المهم على الصعيد العاطفي اشوف عندك انتصار وعندك وقفة وعندك انتصار على شخص ظلمك هواية بالسابق هذا الشخص الشخص هذا اشوف من النوع اللي كان قراراته مجحفة اللي يتخذها يتخذ قراراته على اساس العقل مو العاطفة ممكن يكون ما كان يهتم بك الاهتمام اللي انت تنطيه لانه اشوف اكو قرار عاطفية ممكن بالابراج تكرر كلام على برج الجدي فالقراءة ممكن تكون عكسية يعني اذا انت شريك برج الجدي قاعد تابع برج الشريك يعني فالقراءة ممكن تنطبق عليك انت ما تنطبق على برج الجدي نفسه فهي قراءة عامة مستحيل تكون يعني مضبوطة 100% لانه عامة هواية طاقات هسه الاف راح يشوفون هذا الفيديو ما معقول انت كلكم عاشين نفسي سيناري هي طاقة البعض من عدكم بس توصل فاشوف عندك انتصار على شخص من برج ناري هذا شخص كان مجحب قلت لك بقرارات كان كلام جارح راح تتخذ قرار انه تقطع هذا شخص من حياتك نهائيا ممكن هذا شخص كان بخير بين خيارين لازم تختار من عدهم فاشوف انت راح تختار انه تقطع هذا الشخص من حياتك تطلع نهائيا وعندك انتصار عندك تقدم اشوف راح راح تبلش تبدأ من جديد راح تبلش تبدأ خطوات الى الامام على الصعيد العاطفي عندك خطوة جديدة راح تتخذها عندك انتصار اكو حق اليك كان ضايع يمشخص هذا الحق اشوف راح يرجع اليك بالفترة الحالية ولكن احذر من شخص طاقة نارية موجودة بمحيطك بهاي الفترة ممكن يكون عنده نوع من التلاعب او الكذب ف قلت لك اشوف عندك انتصار يعني انت راح تنتصر عليه هذا شخص وممكن راح تكتشف تلاعب بعد فترة بالنسبة للعزاب خلينا ننتقل العزاب العزاب من برج الجدي اشوف طلع لكم يعني من اشوف وضعكم بالفين وعشرين بالنسبة للعزاب راح تكون سنة الحب سنة الاستقرار سنة العاطفة اكو علاقة جديدة راح تدخل بحياتك هاي العلاقة راح تكون بها تدفق للعاطفة كبير جدا عندك استشفاء اذا شنت مار بازمة بسابق ممكن تنطبق عليك هاي يعني صار لك فترة طويلة من فصل وده تفكر بداية جديدة فاكو بداية جديدة ده اشوف كلها حب كلها سماح كلها يعني يصير عندك نوع من الغفران الذاتي راح تغفر للناس اللي مروا بحياتك بسابق وتبدأ بداية جديدة البعض منكم العزاب اشوف عندكم زواج حتى المطلقين صار لهم فترة كبيرة ما اشوف لكم رجوع بهاي الفترة وهي شخص اللي انتم انتظرين بتأخيرات هواية وعدكم معارضات كبيرة ممكن يكونون بينكم اطراف بالعائلة هم اللي رافضين الرجوع للمطلقين فاشوف المطلقين عندكم فرصة جديدة عندكم فرصة زواج تقليدي الزواج ما راح يكون عن علاقة عن حب هاي بالنسبة للمطلقين يعني اشوف اكو زواج تقليدي وعلى الاغلب يكون من شخص من العائلة ممكن يكون هذا الشخص بينك وبينه اكو اختلافات اجتماعية او حتى اختلافات بالمكان ممكن اختلاف بالعادات بالتقاليد وهذا الشخص اشوف يكون اكثر شي من العائلة او عن طريق احد من العائلة راح يدخل بحياتك هذا الشخص وعدكم زواج المطلقي ما اشوف عدكم رجوع لبعض منكم يعني الاكثر خاصة اللي تتعاملون ويا شخص من برج السرطان ما اشوف اكو رجوع لان برج السرطان قاعد اشوف اكو معارضات بينك وبينه هوايا وهذا شخص امره مبيدة اكو شخص يقود وهو يتحكم بالشريك يعني للمطلقين دا احتي ممكن يكون هذا شخص كبير من العائلة هو اللي موقف الرجوع بيناتكم وهذا شخص ما الى قرار اما العزاب اشوف وقدت لكم البعض منكم ممكن يكون عنده زواج عنده بدايات جديدة اكو بداية حب جديد راح يدخل بحياتك وراح للعزاب يعني هاي الكارد يقول لك حاول انه تمشي ويا التيار خاصة اذا كان هذا شخص البعض منكم هذا شخص موجود فعلا داخل بحياتكم نهاية شهر 12 فهذا شخص اشوف كعلاقة بينكم العلاقة راح تكون مستقرة العطاء بها راح يكون متبادل العلاقة راح تكون متكافئة راح يصير عندك نوع من الغفران ذاتي للامور اللي مرت بسابق هواية يعني اكو بينكم تدفق سريع بالعاطفة والامور بينكم بسرعة بسرعة راح تتطور واشوف اكون جذاب كبير بينك وبين هذا شخص من اول ما راح تشوف او حتى من اول ما راح تحت شويات بلش العلاقة لان البعض منكم اشوف اكو علاقة راح بسرعة بسرعة تقوى بسرعة بسرعة يزيد بها التعلق بينك وبين هذا شخص كل التوفيق للعزاب والمرتبطين والمنفصلين من برج الجدي خلونا هسا ننتقل للتحديات اللي راح تواجه برج الجدي بهاي سنة التحديات اللي راح تواجهك بهاي سنة برج الجدي اشوف اوضاعك المالية التحدي اللي راح يواجهك بهاي السنة هو المادة المصاريف ممكن بعض الاوقات من السنة اللي انه طلعت ايضا بنقاط الضعف اللي عندك راح تمر بازمات مالية التحدي اللي اقدامك انه تحافظ على استقرارك المادي تحافظ على العمل اللي موجود بين ايدك بالفترة الحالية الاموال اللي موجودة صرفياتك حاول انه ما تصير كريم زيادة عن اللزوم ما تصير المبذر حاول انه تجمع المال وتحصل نفسك ماديا مو بس تحصل نفسك من السحر حصل نفسك ماديا لانه التحدي اللي اقدامك هو انه انت تحافظ على استقرارك المادي تحافظ على ثباتك اذا تشنت من الناس اللي متزوجين بالقراءة اللي قلتهم هسا يعني الناس اللي بينهم طرف ثالث ومسبب المشاكل الناس اللي متزوجين وهسا هم بحالة زعل او انفصال بس مو انفصال تام يعني فالتحدي اللي قدامك انه انت تحافظ على بيتك تحافظ على استقرارك تحافظ على عائلتك او حتى تحافظ على العلاقة الجديدة اللي راح تدخل بيها يا برج الجدي اما نقاط الضعف اللي عندك قلت لك راح تمر بازمات مادية هواية راح تمر بازمات حتى ممكن تكون عاطفية تغييرات لانه السنة راح تكون متقلبة ما اشوف اكو ثبات بيها راح تكون الاوضاع متقلبة عندك بهاي السنة فحاول انه تحافظ على هدوئك تحافظ على الاشخاص الموجودين اذا كانت اوضاعك يعني النقاط الضعف اللي عندك هنا ممكن تمر باحتياج عاطفي او حتى احتياج مادي فحاول تتغلب عليه حاول تفكر بايجابية اترك التفكير السلبي حاول تتخلص من هذا الموضوع او تتخلص من التعب اللي موجود عندك بسرعة بدون ما تبقى واقف بمكانك وتبقى مثل ما يقولون حاط الحزن بجر فلازم تتحرك لازم تفكر بايجابية هواية والازمات اللي تمر بيها راح تعدي وراء يعني كل مشكلة وإلها حل ووراء كل مصيبة أكو فرج إن شاء الله أما نقاط القوة اللي عندك يا شوفها قلت لك أنه استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمال نقاط القوة اللي عندك هي أنه أنت تحافظ على سرك تحافظ على وضعك المادي تحافظ على علاقاتك بصورة عامة إذا كانت أمورك كلها زينة حاول أنه تتكتم تكتم أمورك كلها طبعا أسرارك حافظ على أسرارك يا برج الجدي لأنه أكو شخص مقرب من عندك قاعد يفضح بالأسرار اللي أنت تنطهي وإنت واثق به وإنت معارف أنه هذا الشخص أساسا هو متلاعب فحافظ على أسرارك حاول أنه تكتم أرزاقك تكتم أسرارك تكتم كل شي يخص حياتك لنفسك لا تحاول تشرك أحد به لأنه شوف طاقة حسد عالية عندك طاقة مكر من شخص قاعد يشتغل بالخفاء ممكن يسرق منك حتى فكرة يسرق منك أي شي وأيضا طاقة حسد عالية وناس مراقبين كهواية فنقاط القوى اللي عندك نوتة تكتم على حياتك وتكتم على أرزاقك وإحذر من هذا الشخص المنافق اللي موجود بالعائلة وحصن نفسك بالأذكار من الأعمال والصحة كل التقوى